بعد عودة النادي الاهلي من الامارات هيكون في جلسة خاصة في النادي الاهلي من اجل حسم القرار النهائي حول موقف التجديد للسنائي علي معلول وعمر السلية حتى الان ما تمش اتخاذ قرار التجديد وهيتم التفاوض مع السنائي بعد العودة من الامارات وحسم الامر سريعا خلال الساعات الماضية ايضا كان فيه كلام كتير جدا عن عروض وصلت لبعض لعب النادي الاهلي لكن مصدر مسؤول في النادي الاهلي قال لنا في رقم 10 ان حتى الان ما فيش اي عروض رسمية وصلت النادي لأي لعب اه ممكن يكون فيه كلام وده من بعض الوكلاء والوسطاء لكن حتى هذه اللحظة ما فيش عروض رسمية وصلت خالص تحديدا للشناوي او الشحات او مروان عطية هذا القول الفاصل من النادي الاهلي من النادي الاهلي طيب